السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت منا تكونوا بخير الناس دي كي خدموا شغال يدوية ودكتش دير الدكور ها دي كيف كتعرفوا صباغة على شكل بخاخ فيها بزرد الوان وكنت صولت مزيان وقالوا لي ها دي المركة المزيانة انا حبيت نشاركها معكم ولكن انا كان وقع علي معها واحد المشكل فا حبيت نشاركه معكم باش تتمو ما توقع شوي وتجنبه انا فاشختتها اول مرة اختيت هاد اللون وهذا اللون غزل بزاف يعني واحد الدوغي اللي زوين هواكي فلاش كبان هنا شفتو واحد دوغي اللي زوين ماشي ادك المشاشع وفاصولت قالوا لي هادي احسن ماركة مهموش فيها لان هي احسن ماركة اول الله اختيتها على اساس انها احسن ماركة والتمندي لها طالع احسن ماركة ولكن عموما ماشي شي تمان اللي غالي نيت خدمت بيها كيف قلت خديتها على اساس انها احسن ماركة وحتذا بات قدرت تكون فعلا احسن ماركة ولكن لقيت فيها واحد دفو وانا اني من اللي خدمت بيها وتعطي واحد نتيجة واو روعة ولكن من بعد لقيت واحد المشكل اه هو ان ذيك السبغة كتت تمسح يعني ما كتت ماشي زعمة جودة عالية فبقيت كننسوول علاش يعني قالوا لي احسن ماركة ولون كيف تشتوره روعة قلق زعمة هدي احسن نوع وكذا فبقيت كننسوول سوولت واحد المحا اللي كي بيعها قال لي بفعلا بلي هدي ماركة مزيانة وليلا ما كتت تمسح شو كذا قالوا لا راح فاش خدمت بها يعني بواحد سرعة تمحات يعني تمسحات هذا كدوغي يعني ما كتت تلمسوا باليد مع الاستعمال يعني ضغيط تمسحات قال لي او اصلا هادش كيت تستعمل اشغال يدوية غير الديكور والديكور ماشيش عجلة قال لي خاصة تستعمل بالزيل قالوا لا ما متفقش انا يا وحد الحاجة اللي خدمتها الديكور ولا هديتها الشي حد ولا بعتها بغيت نستعملها في البيت دي اللي خاصة تكون زعمة جودة مزيانة ماشيش حاجة اللي يدغيها تتمسح قال لي وصافي او هادش دك شيري قال لي يازم او اعطاني شي راس الخيط قال لك او الارا هدي احسن ماركة وصافي وزمدة ما بقيتش كنستعملها نهائيا وبقيت كيتشوف مؤخرا غي هاد الاسبوع ومشيت الواحد المحالي يبيع هادشي تسبايغ وصولت وقلت له واحد الحاجة شنية احسن ماركة في هادو قال لي كنين بزاب الماركات وكلهم زيانين قلت لورها جربتها ولكن كنت تمسح بسرعة تمسحت لي قال لي لما يمكنش مخصش تمسح وعطاني شونتيو مجربو فلحد قال لي يجربي بيدك مسحي يعني فشك نقيسو وكأنه صباغات الزيت ما كنت تمسحش بصفة نهائية قلوا انا راه تمحات يعني كنت جربتها مثلا في واحد سباط قلت جربتها في شي حويش راه تمحات بمرة فهو ما بقيش زعمت قاع انا نعود نشتغل عليها ونخدم قاع انا اشغالي بمرة ويقولي ايا انتابهي لواحد النقطة ديالتاريخ صلاح انتهائية قللي اهنا ال تحت هديه سبغان فيكس يوم زيانة جيت كنشوف شوفوا التاريخ هنا في الأخر 2022 دخلنا على 2023 اكتشفت بأنه المحل اللي باعهالي انا يمكن شريتها في 2021 بحلقة وليس شوفوا هي تصناعات في الأخر 2017 وتاريخ انتهاء الصلاحية هو 2019 و انا يمكن شريتها في 2021 ولا اللول 2022 استعملتها مرة وحدة القيطة كنت أرى القيط بالأخير كنت أرى الصح كنت أستعملها نحن قلت لكم داخلين على 2023 وأنا كنت أجرب هذه السباقة و أقول كيف أشمخ دامش لأشمخ مصالح وهي رهما تاهي الصلاحية لها فنتابهوا هذه النقطة جيدة يعني أنتم لم تتخدموا هذه الأشغال اليدوية فمنحقكم تأخذوا شيئا جيدة فنتابهوا بثاف التاريخ صلاح انتهائية يمكن المشكل الماشي في النوعية هذه السباقة بقدر مع المشكل في تاريخ انتهاء الصلاحية فأنا لا أقول لك أن هذه مرقة مزيانة سأعود أن أخذ نفس العمق لأنها أجبتني ولكن الدفو الوحيد الذي يجب أن تنتابهوا له مزيان هو تاريخ انتهاء الصلاحية رهما مهم بثاف 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 لا أطلحوش في نفس الخطأ والحمد لله أنني كنت باش نجرب كنت أخذي تغير لون واحد ومن اللي وقع معايا ذاك المشكل قررت أنني نبحث على محسن لا أريد أن نأخذ الألوان كثيرة أنا قلت أن نجربه إذا ما عجبتني النتيجة رغمش أن نأخذ الألوان الأخرين ما عجبني لا أريد أن نأخذ بقي الألوان وصفي يعني ما بقيتش قاع أنا يأخذ من الدك الشي اللي كنت باقى نخدم رغم أني مجدد ليه كل شي فالحمد لله أنني وأخيرا قدرت أن نعرف فين المشكل وحبت أنني نشاركه معكم ما بغيتش أنكم تضحوا في نفس الخطأ اللي تحت فيه خصوة الناس اللي كيمشيوا متحمسين يشريوا بزاف الألوان عافقوا من تابهوا تربين بال لهذا التاريخ اللي كيكون هنا رغم مهم بزاف شوفوا هذا رغم نتاهي التاريخ تخصرحيه في 2019 و أنا بقيق نحاول نستعملو وحنا في الأواخر ديال 2022 فهذه نقطة مهمة بزاف نتمنى مطاحوش فيها وما تحضر ونتابهوا ليه فقط مهم هذه معلومة انا عرفتها ونتمنى تنتبهوا لا لانه فاش كمشي ومسال الدروغريب ومشي نشري وذك شي الدكور صراحة ماشي بحل لا كمشي نشري مواد غذائية ولا ادوية ولا كده اللي كمشي نشوفه تاريخ ذي الانتهاء الصلاحية وكده فحل لا كمشي وذك شي دير الدكور كن ناخد وصفي فبخصنا صراحة نضحوا في هذا الخطأ يلا خليتكم على خير وان شاء الله نتلقى في فيديوهات قادمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر